بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الرابعة من مقرر المحاسبة المتوسطة 1203 حسب بعنوان قائمة الدخل وقائمة الأرباح المحتجزة قائمة الدخل قائمة الدخل بتعد من أهم القوائم المالية التي تقوم الشركة بإعدادها في نهاية كل فترة مالية معينة فهي عبارة عن تقرير يقيس مدى نجاح أعمال المنشأة خلال فترة زمنية معينة أو بعبارة أخرى فإن قائمة الدخل هي التي تظهر مدى قدرة المنشأة على تحقيق الكسب أو الربح إذن هي بمسابة قياس وتقويم لآداء المنشأة الاقتصادي عن فترة زمنية معينة وتهدف قائمة الدخل إلى تحديد نتيجة عمليات الشركة من ربح أو خسارة خلال فترة زمنية معينة وذلك عن طريق مقابلة إيرادات المنشأة بالمصروفات والأعباء التي ساهمت في تحقيق تلك الإيرادات عن فترة زمنية معينة ويتم إعداد قائمة الدخل في ضوء مجموعة من الإفتراضات والمبادئ المحاسبية والتي سبق أن تعرضنا لها في الوحدات السابقة مثل فرض الفترات المحاسبية وفرض استمرارية الوحدة وأيضا مبدأ تحقق الإيراد ثم مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات لتحديد الربح أو الخسارة قياس الدخل هناك مداخل كثيرة ومتعددة لتعريف الدخل وقياسه لدى كل من المحاسبين والاقتصاديين وذلك على النحو التالي المدخل الأول وهو ما يعرف بمدخل المحافظة على رأس المال وهو المدخل الذي تبناه الاقتصاديون في تعريفهم وقياسهم للدخل حيث يعرف الاقتصاديون الدخل بأنه التغير في الثروة الحقيقية لمشروع ما ما بين بداية ونهاية فترة معينة أو بمعنى آخر يمكن القول أن الدخل وفقا لهذا المدخل هو عبارة عن الفرق بين صاف الأصول أو حقوق الملكية في نهاية فترة معينة وبين صاف الأصول وحقوق الملكية في بداية نفس الفترة التغير الذي يحدث في حقوق الملكية أو في صاف الأصول ما بين بداية ونهاية الفترة هو يعبر عن الدخل وفقا لهذا المدخل الذي يعرف بمدخل المحافظة على رأس المال لذلك يطلق على هذا المدخل ويعبر عنه أيضا بأنه مدخل التغير في حقوق الملكية المدخل الثاني وهو ما يعرف بمدخل تحليل العمليات وهو المدخل الذي تبناه المحاسبون في تعريفهم وقياسهم للدخل حيث يعرف المحاسبون الدخل على أساس الفرق بين الإيرادات والمصرفات التي ساهمت في تحقيق تلك الإيرادات خلال فترة زمنية معينة والمثال التالي يوضح كيفية قياس الدخل وفقا لمدخل المحافظة على رأس المال بافتراض أنه تم إعطاؤك البيانات التالية عن أصول والتزامات المنشأة في بداية ونهاية عام 21 في بداية 21 كان صافي الأصول على النحو التالي الأصول بلغت 5 مليون ريال بينما بلغت الالتزامات 3 مليون ريال في بداية الفترة إذن صافي الأصول هو عبارة عن الفرق بين الأصول والالتزامات في بداية الفترة وهو مبلغ 2 مليون ريال بينما نجد صافي الأصول أو حقوق الملكية في نهاية الفترة عبارة عن الأصول 5 مليون 900 ألف ريال بينما بلغت الالتزامات في نهاية الفترة 2.800.000 ريال إذن صاف الأصول في نهاية الفترة عبارة عن 5.900.000 ريال نارخص 2.800.000 ريال يصر الناتج 3.100.000 ريال إذن يمكن قياس الدخل في ضوء البيانات المعطاة في هذا التمرين على النحو التالي صاف الأصول في نهاية الفترة وهو الذي توصلنا إليه في الخطوة السابقة 3.100.000 ريال يطرح منه صاف الأصول في بداية الفترة وهو عبارة عن الفرق بين الأصول في بداية الفترة والالتزامات في بداية الفترة وهو عبارة عن 2.000.000 ريال الناتج 1.100.000 ريال هناك استثمارات إضافية أضافها الملاك خلال الفترة المالية قدرها 500.000 ريال كما هو موضح في التمرين هذه الاستثمارات الإضافية أدت إلى زيادة صاف الأصول في نهاية الفترة وهي زيادة غير ناتجة من النشاط التشغيلي لذلك يجب طرحها للوصول إلى صاف الدخل السنوي الذي يعبر عن واقع الشركة أو عن واقع المنشاة إذن بطرح الـ 500 ألف ريال للاستثمارات الإضافية نصل إلى أن الناتج هو عبارة عن 600 ألف ريال مثال آخر بافتراض نفس البيانات السابقة مع عدم وجود استثمارات إضافية خلال العام لكن هناك مسحوبات لملاك الشركة في نفس العام قدرها 400 ألف ريال هذه المسحوبات من شأنها أن تؤدي إلى مقصان صاف الأصول في نهاية الفترة لذلك يجب إضافتها للوصول إلى صاف الدخل السنوي في نهاية عام 2021 فيتم إضافة الـ 400 ألف نصل إلى أمن الناتج أو صاف الدخل السنوي في نهاية عام 2021 هو عبارة عن مليون وخمسمائة ألف ريال هذا المدخل وهو مدخل المحافظة على رأس المال يتميز بالسهولة والبساطة في قياس الدخل إلا أن هذه الطريقة في قياس الدخل تفتقر إلى تقديم البيانات التفصيلية لمكونات الدخل ومدى مساهمة كل نشاط في تحقيق الدخل الواضح لأنه يوضح الدخل بشكل إجمالي هو عبارة عن الفرق بين صاف الأصول في نهاية الفترة وبين صاف الأصول في بداية الفترة دون توضيح أو دون تفصيل عن الأنشطة التي تسببت في تحقيق هذا الدخل وهو ما تم معالجته في المدخل الثاني مدخل تحليل العمليات تحليل العمليات